اشتركوا في القناة هيتواجد معنا في وقت لاحظ نبتزي مع سعادة الدكتور خالد إبريس وهنتكلم في المحور الأول يا دكتور لأهمية دراسة احتاجات المجتمع قبل ما نتكلم عن محور الخاص بينا للليلة نحب نبارك لحبرتك ونشكرك على إضافة ألمات جديدة في المجتمع العربي والسعودي أو السعودي والعربي وهي جمعية خطة توحد نشكرك جزيلا على وجود جمعية زي كده تهتم بسئة التوحدين وأسرهم وتقدم لهم الدعم والاستشارات الجمعيات الأهلية لها بصمتها خاصة في المجتمع وفي الإنسانية ولكن جمعية خاصة بالتوحد وبأهليهم وتقديم العاون والاستشارة والرؤية البعيدة في المجتمع شئ جدا راقي فأولا نبارك لحبرتك ونسمع نبذة عن الجمعية الإضافة المتميزة لنا شكرا سيدة أميرة وأهلا وسهلا بالضيوف الكرام وزملائي وأخواني وأخواتي اللي معانا في المجموعة وفي الناس اللي بيتفرجوا علينا طبعا أنا هنا ماني خبير في التوحد أبدا أنا خبير كأب بإذن الله كنت أول أقول طفل توحدي الآن لشاب توحده زي أم عبد الله ما شاء الله ابنها كبير ما شاء الله ما شاء الله أم 11 سنة الفكرة حقا الجمعية فكرة واحدة أنه أنا ما أبغى أب أو أم فجأة يكتشفوا أنه ابنهم أو بنتهم في صامولة ناقصة شوية الصامولة ما هي مربوطة مصبوط الولد غير طبيعي أو البيت غير طبيعي الكلمة التي تكرر كثير يجي قلولي أنا ولدي أنا ولدي في حاجة بأشد شعري كثير يعيدوها بأشد شعري أنا ما أبغى أحد يشد شعره أبغى أمسك أياد الناس يكون في منظومة متكاملة عشان نساعد الناس إحنا ما رح نحل مشكلة التوحد إحنا بس نبغى نساعد الناس أنهم يتخطوا الصدمة الأولى رقم واحد رقم اثنين نديهم خارطة للطريق ونعبد الطريق كيف يعني نعبد الطريق في اليوم كنت براجع القائمة في منطقة مكة المكرمة في قرابة الثلاثين مركز رعاية نهاري مراكز الرعاية النهارية هي التي تعنى بالتوحديين وزائد الإعاقات الأخرى لكن أغلبهم عندهم توحديين لأن الدولة تدفع 35 ألف 30 ألف لغير التوحدي و35 ألف للتوحد في هذه المراكز فالخدمة المقدمة بصفة عامة أنا ما أبغى أخص أحد وما أبغاهم يزعلوا مني الخدمة العائلة المقدمة بصفة عامة لا ترتقي إلى المستوى العالمي وهذا يعني أنا جزء من هذه المنظومة فإحنا نبغى نحاول نساعد الأخوان والأخوات في مراكز الرعاية النهارية والمراكز اللي تقدم خدمات للتوحديين للارتقاء بالخدمات العوائق قدامهم كثيرة جدا جزء منها أعرفها وجزء منها ما أعرفها فالمرحة الأولى رح نبدأ بتقييم المراكز وبنحط الآن في طريقة للتقييم علمية رائعة جدا ثم نبغى نجلس معهم طبعا هنأخذهم مركز مركز ما هنقدر نساعد كل مرة واحدة بعدين نقترح عليهم تفضلي مضبوط يا فندم هل حضرتك تفضل تصنيف المراكز؟ يعني زمان إحنا أصلا بنعتبر حضرتك خبير في التوحد منذ 15 عام لديك خبرة في التوحد ومجتمع التوحد منذ 15 عام كان فيه سنة 2005 كان فيه اقتراحات اللي يتم تصنيف المراكز يعني مراكز داون ساندروم مراكز للتوحد مراكز الإعاقة الحركية مراكز للإعاق طبعا الإعاقات الثلاثة الأساسية البصرية والحركية والعقلية بدأت تتصنف ولكن احنا دلوقتي بتصنيفات جديدة زي التوحد والبراين انجورت وكده هل حضرتك تؤيد تصنيف المراكز ولا تحب إن إحنا نخليها مكس ولكن بخدمات متنوعة؟ لا، لابد من تخصص المراكز المركز اللي يخدم داون ساندروم ما يقدر يخدم التوحد وما يقدر يخدم الـ CP patient أو النقص الوكسوجين كل طفل له متطلبات مختلفة ما ينفع أن يحطهم كلهم مع بعض لا داح يستفيد ولا داح يستفيد غير إنه أنا عندي عقبة كبيرة جدا في المراكز في فكرة المراكز ككل في أغلب الدول في أغلب الدول المراكز هي ليست مدرسة إحنا الآن بنودي الطفل الصباح نجي ناخده بعض الظهر كأنه مدرسة هذا ما هو شيء مصبوط، هذا شيء غلط الشيء الصحيح أنه الطفل بيروح مدرسته اللي فيها دمج وبعدين يطلع بدري أو يروح متأخر المدرسة المراكز دي مفروض تكون مراكز للمعالجة فقط وليس لك تعليم إذن أنا عندي عقبة ومشكلة مع المنظومة كلها لأنها منظومة لا تنطبق عليها المعايير العالمية معليش؟ لسه ما عندنا مدارس كافية فيها دمج فبتضر المراكز أنها تكون مدرسة معليش؟ شوية شوية ستتغير المنظومة هذه بإذن الله بحول الله المراكز بتواجه مشاكل يعني أنا لازم أدافع عن الجزء الآخر نحن لا نتهم ولكن أننا كلنا نفعى لارتقاء تقديم الخدمات وتميز وعدد النجاحات اللي تخرج من المخرجات المراكز دي ولكن المراكز محتاجة خريطة بطرية خريطة بطرية للتشخيط والتقييم والتأكيد ولتحديد الفئات ومخرجات المراكز حنت تطرق لها حاليا بالفعل نحن نتطرق حاليا فهل هي المخرجات تتناسب مع احتياج المجتمع تتناسب مع فئات المخرجات من الإعاقة تتناسب مع عددهم التوظيف الفعلي والتوظيف الغير فعلي والتوظيف الداخلي والتوظيف الخيجريجي يعني إحنا درسنا المنهج التدريب المهني منهج علم علم خاص بزوي الاحتياجات الخاص طبعا الكلام حضرتك في المجال ممتع وشيق ولكن نرجع بالمحور الخاص بنا أهمية دراسة سكرا لحضرتك أهمية دراسة احتياجات المجتمع قبل مرحلة التوظيف وإتاحة فرص توظيف لزوي الإعاقة فدل حضرتك طيب أنا يعني لزوي الإعاقة بصفة عامة أغلب المراكز اللي زرتها ذوي الإعاقة نعم أغلب المراكز اللي زرتها بيكونوا حطين فيها ميكس من دا على دا بيعلموهم خزف بيعلموهم طباعة بيعلموهم أشياء حرفية لا علاقة لها بعالم التوظيف فهذه عقبة كبيرة يعني أغلب المراكز اللي دخلتها بيعلموهم أشياء عمره في حياته ما يقدر يأكل لجمة عيش من وراها معلش دكتور أضيف نقطة في الحتة لا هو يقدر يأكل فيها عيش بس لما تكون منظومة متكاملة لما تكون منظومة متكاملة يأكل يأكل منها عيش لما يفتح مركز للأشغال اليدوية والمهنية للأطفال أو للحالات التي لا تستطيع التواصل الاجتماعي وأنظم لهم مشاريع وأنظم لهم رعاية وأخذ المخرج من إيديهم يكون منتج متناسب مع السوق أقدر أوظفه لكن هو الوحده ما يقدرش يشتفل يعني أتفق معاك جزئيا وأختلف معاك بجزء الأكبر إحنا ليش بنحصرهم في الأعمال اليدوية يعني في توحديين يقدر يعني مثلا نأخذ ريال ابني كمثال ريال أغلب الأيام طبعا أنا ما نحطه في أي مركز الأخصائيات بيجوا عندي في المجمعة الطبي ربي يقدرني بجيب له الأخصائيات عندي في المجمعة الطبي بيقعد ثلاثة ساعات كل يوم في كثير من الأحيان قبل أو بعد يجي ريال يقعد في المكتب هنا ودي الملف هذا جيب الملف هذا روح أزهم فلانا روح سوي كذا يعني دي أقل وظيفة وظيفة مراسل مثلا في توحديين وخلي بالك إحنا نبغى نبغى نبدأ نبتعد عن كلمة طفل توحدي إحنا نقول توحدين بصفة عامة هاي فانكشنين يعني يقدر يشتغل يقدر يدخل جامعة يقدر يسلم كثير أشواء وزوم مهارات متقدمة بالضبط فأنا مع موضوع الحرفية دي أتمنى أن يلغى كليا لأنه ما في أي دولة في العالم ولا في بلدنا إحنا الجمعيات الخيرية والأهلية أثبتت أن الضعفاء القليلين الدخل أو اللي عندهم إعاقات بأي أنواعها يقدروا يعيشوا حياة كريمة من وراء أن تقعد ترسم وتسوي مش عارفة يا مسكينة هذه عندها مدري إيش رسمت رسمة خليها نشتريها بخمسة ريال ولا اللي سووا سبح أنا أعتقد لابد أن نتخطى هذه الخطوة تكون من السابق جزاهم الله خير اللي كانوا قائمين عليها نحتاج نعلمهم الآن الشيء حق المستقبل أنا أفضل أقول للتوحدين التوحدة تتديله اللابتوب ولا تتديله التابلت يفرها فرق عشان يبغي يتفرج طب أنا ليش ما أوظف الأشياء دي أخليه يقدر ينتج عمل من الإمكانيات اللي عنده هذه عشان يقدر يشتغل فيها سمحت يا دكتور بس كلام حضرتك جدا ممتع وشيق هل وجود الحرفية والأعمال اليدوية والتي توفر للتوحدين هو نتيجة للتشخيص الخاطئ وعدم فهم الأطفال التوحدين وقدراتهم لا للأسف المنظومة الحالية الموجودة اللي بتعلم الأطفال اللي عندهم إعاقات بغض النظر عن الإعاقة بتعلمهم أشياء حرفية هي منظومة قديمة عمرها ستمائة ألف مليون سنة ولا يزالوا يعتقدوا أنه يمشوا عليها ليجب أن تلغى ومس شرط أنه كل ذوي ذوي إعاقة رح يقدر يسوي رح يقدر يطلع لمستوى أنه يقدر يتوظف في وقت ما ولكن موضوع الحرف ده أنا أتمنى لو يتلغي كليا ويتعلم ويسووا أعمال مكتبية أعمال إدارية يعني مثلا أديك مثال رائع جمعية المكفوفين جمعية المكفوفين سوت برنامج وأنا بفضل الله كنت جزء من البرنامج تدريب المكفوفين على عمل الرفلكسولوجي مساجل قد الأقدام هذه مهنة وليست حرفة مضبوط اليوم 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 أحد الأخوان فتح محل اليوم الافتتاح حق المحل وعدت أروح لكن للأسف ما قدرت اليوم فتح محل مجموعة أربعة وخمسة مكفوفين أخذوا في السيرة في مول مساحة وحطوا فيها كراسيهم وعمورهم وهم الآن شغالين على فكرة نسوين ديسكاونت بـ 44 ريال الجلسة هي سعنا الأصل أظن 50 ولا 60 السابت بروح السابت بإذن الله أروح والله روعة فهذه رائع رائع وليست حرفة أنا ما أبقى أعلم وليست صدقة بزة 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 يروح يشتغل فلابد من أن نشوف إيش في أعمال يقدروا يشتغلوها وكل شخص على حدة لأن أنت عارفة تختلف طبقات الإعاقة كل إنسان على حدة نشوف في المجتمع إيش يقدر يخدم في المجالات المهنية الحديثة ونطلع من منظومة الخزف والرسم والكلام الفاضي هذا ممتن إيه كمان حضرتك في هذا المجال احتياجات المجتمع حلم حضرتك إنك تدخل أي مؤسسة حكومية اجتماعية خيرية تنظيمية إنك تلاقي فيها شاب توحدي أو داون ساندروم أو إعاقة أي نوع من أنواع الإعاقة حركية بصرية سمعية تشوفه بيشتغل بكفاءة ونشوف المجتمع حوالين منه إحنا كوطن عربي ومسلم لنا شطقة ورحمة وعطفة على زو الإعاقة ولكن الآن هم يحتاجوا مننا مش عط ولا رحمة ولا صدقة هم يحتاجوا تقدير واحترام وإدراك إن أنت مساولية أنا نقف حاجات وبلبس نظارة حضرتك هو لا بسماعة أو قاعد على ويلة شير نشوف ابن حضرتك فين بعد أربع سنوات بحول الله بحول الله وقوته راح يقدر يسوي روح جيب سوي أجلس وصل ركب ولكن ما أعتقد الفانكشنينج أو المخه راح يوصل لمرحة أنه يقدر يسوي حاجة مثلا طباعة خطاب أو شيء ولكن ريان دائما يفاجئني أنا ما قلت أتوقع أنه في يوم مثلا أكرمكم الله يطل الحمام بنفسه أو يأكل بنفسه أو يغير حوائجه بنفسه فاجأني في كل الأشياء هذه فيمكن يفاجئني أكتر في المستقبل نحن شغالين أن نحن نطلع منه هذه المفاجآت ولكن في المرحلة هذه الآن هو عمره 15 سنة أعتقد سيكون شغله أكتر ودي ويجيب وركب وحط من أنه يقدر مع أنه داك اليوم أنا ما نعرف أشغل الريسيبر حق الOSN أخذها من يدي وشغله فهل هذا التعلم أو هل هذا ما سع الله تبارك الله ما سع الله لا إن شاء الله حيفقعك كثير نبتدي بمراكز نبتدي بمراكز التدريب ولا نبتدي بالمؤسسات التوظيفية إنها تدينا عن الأطفال عن الحالات اللي يمكن دمجوهم يعني أنا أحتاج وقت ووظيفي من المؤسسات لا 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 أبدا إحنا نبدأ بالتدريب ونبهر المؤسسات بالإمكانيات حقة الفئة هذه لأنه لو جتيني أنت أنا عندي معرض مفروشات مثلا وقلت لي إيش اللي تبغى لا إحنا نأهلهم وأجيبهم لما نروح هو الشاب أو البنت من نفسها تسوي مقابلة شخصية وتبهرهم بالإمكانيات اللي هي تقدر تسويها غير عن التحفيز اللي جاي من الدولة في السعودة مثلا وبيعطوهم في الضمانات في تأمنات الاجتماعية بدون كثير أشياء في تحفيز من الدولة لابد مهينة ييجي أنا ما أبغى صدقة أنا ما بديم صدقة أنا أبغى يشتغل أنا أبغى أؤهله أنه يقدر يطلع ويشتغل الآن صاحب العمل لابد أن يكون متفهم هذا الإنسان عنده احتياجات أكتر من الناس التالين كلنا عندنا احتياجات هذا عنده احتياجات أكثر فأنا أدي له وظيفة تتطابق مع إمكانياته وقدراته بكل احترام وأصر عليه أنه يقدم كل شيء بالحرفية بأعلى درجة من الحرفية اللي هو يقدر عليها فأنا أعتقد نغير طريقة التدريب التقليدية اللي موجودة في المراكز ونبدأ نعلمهم مهن وليس حرف عشان يخدموا نفسهم في المستقبل نصيحة تقدم من حضرتك لأولياء الأمور لأولياء أمور ذو الإعاقة بشكل عام والتوحد بشكل خاص الأب جزء لا يتجز من تطور الطفل المعاق كلامي للآباء ولا مؤاخزة كلامي للآباء سامحوني في الكلمة خليكم رجال لا تتركوا الهم على المرأة المرأة نعم هي ربة المنزل ولكن يد الرجل مع يد المرأة لتحسين وضع هذه الهدية اللي جات من الله سبحانه وتعالى أزعل جدا أنه في معظم الاجتماعات ألاقي سيدات الدنيا والآخرة رجال ولا اتنين وتلاقي أنه المعاقين اللي الأم والأب يد بيد شايلين المهمة تلاقي التوحد داء أو المعاق أفضل بمليون مرة من اللي رامي أبوه وشايلته أمه فقط وما بال اللي يرموه الاثنين الله يستر عليهم الله يستر علينا جميعا يا رب شكرا يا دكتور شكرا لكود حضرتك رغم انتغالك وأهنيك مرة ثانية على الجمعية إن شاء الله حتثبت تواجدها وتثبت بخمتها المميزة بإذن الله شكرا لوقت حضرتك وشكرا لتواجدك معنا والوقت تستميل شكرا يا فرح شكرا شكرا لجميع أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك الآن ننتقل للمحور الثاني مخرجات التدريب للمؤسسات التدريبية وأهمية التدريب المهني مع أستاذة ميسون أهلا فيك أهلا فيك أستاذة ميسون أهلا فيك أستاذة ميسون رئيسة لجنة دمتم سالمين لللجنة الإسرية لجمعية خطة التواحد الأهلية لدعم أسر زوية التواحد حضرتك زميلة دكتور خالد أهلا نعم الحقيقة الدكتور خالد من من أفضل الآباء اللي رزقوا بشاب توحدي والحقيقة يعني إنجازاته معاه يشهد لها الكثيرين ما شاء الله عليه ريان من جدي يعني هو توحد متوسط لكن ما شاء الله تبارك الله يعني باين عليه المجهود اللي بذل معه الحقيقة أنا حابة كنت أتكلم في الموضوع اللي هو المخرجات التدريبية في المؤسسات التدريب وأهمية التدريب المهني في البداية كنا لما نقوم بتشخيص الحالة أو تقييمها ينتهي الموضوع فينا إنه نحن نوجهه إلى المركز على أساس إنه يتدرب تمام وندرب الطفل أو اللي هو تم تشخيصه ندربه على أساس القدرات أو المهارات اللي تم قياسها والاختبارات التي تطبيقت معه الحقيقة أنا اليوم أبغى أتكلم عن نموذجين لو قلنا نعم لو قلنا إنه عندي أنا نموذجين من الأطفال اللي تم تطبيق التقييم معاهم والتشخيص وتوجههم إلى المركز تمام نموذجين مع عائلتين أول نموذج بنتكلم عن عائلة دخلت طفلها إلى المركز التدريبي وبدأت معها التدريب ومشيت معها في التدريب إلى الحدود اللي توقف فيها الإنجاز إذا نقدر نقول هذه العائلة ما اعتمدت كثير على الاختبارات اللي تطبقت مع الطفل بقدر ما اعتمدت على آمالها وطموحها طبعا هذا الشيء مع الأهالي ما في أي أحد يقدر يوقف طموح الأهل إنهم يبغوا ولدهم يوصل لمراحل عالية طبقت معاهم التدريبات الأساسية واستمروا في نفس المركز يتدربوا على نفس المهارات وتوقفت الإنجازة هنا نلاقي نفسنا أو نلاقي الأسرة هذه أصيبت بالإحباط وحتى الشاب لما بنوصل طبعا في عمر الشباب لأنه بيوصلوا مثلا 12-13 سنة الضالب التوحدي أو الشاب التوحدي أو ذوي الإعاقة يعني إذا قلنا التأخر عقلي بشكل عام أو Down Syndrome بنلاقي عندهم توقف في المرحلة هذه لأنه هنا للأسف كمان عندنا أنه المراكز بتوصل لعمر 12 سنة بيخرج من المركز بيروح مركز تأهيل مهني وللأسف هي معدودة فعلا على الأصابع اليد الوحيدة عندنا هنا تسعود في المنطقة مكة المكرمة ويستمر على موضوع التأهيل أنه هو يتدرب طبعا تدريب أكاديمي طبعا بيتوقف عن مرحلة معينة ما يقدر ينجز عندها يقول به الحال أنه قاعد فعلا في المركز وعلى قول دكتور خالد بيتعلم يلضم صبح أو يرسم على الخزف أو المهام هذه اللي هي يعني ما أصبحت تؤكل العيش زي ما بيقولوا مع أني أتفق مع أستاذ أميرة معك أستاذ أميرة أنه هي منظومة متكاملة إذا تمت فعلا في المجتمع سيكون ناجحة جدا ولكن للأسف في الحد وخاصة يا أستاذ أميرون مع الحالات زوي الخدرات المتوسطة نعم أو الإعاقة العقلية المتوسطة والشديدة لا يمكنهم لا يمكنهم التواصل يعني يمكن توضيطهم من خلال مهنة ولكن لا ما هيش المهنة أو المهنة الوحيدة نعم يعني بالضبط بالضبط لو كان وجد في داخل المؤسسة في هذه الحالة ستكون المخرجات أفضل بكثير خلينا نكمل على الأسرة أو النموذج الأول والنموذج الثاني النموذج الأول اتفقنا أنه هو وصل لمرحلة يشعر بالإحباط والشاب خرج من المركز ما في مراكز تستقبلهم يقعدوا في البيت تبدأ الانتكاسات تمام يبدأ الإحباط وتبدأ المشاكل تزيد الشاب مثلا التوحدي أو ذوي الإعاقة اللي هما تأخر العقلي مثلا ممكن تحصلوا انتكاسات ويبدأ تدخل سلوكيات مختلفة ما كانت موجودة عنده تبدأ تظهر عليه فهذا طبعا الشيء اللي ما يأملوا له الأهل ويعني يتمنوا أنه ما يصير نموذج نموذج التاني أسرة أخذت ولدها ودته مركز تدريبي ودربته وعلمته لكن وضعت أو نصبت أمام أعينها قدراته التدريبية أو قدراته الأكاديمية كمه يمكن يوصل فين يقدر يوصل فعلمته ودربته على المهارات الأساسية أقل حاجة دربته على المهارات الأساسية يوصل في عمر مثلا نقول من عشر السنوات هو تدرب على المهارات الأساسية وندربه على المهارات الأكاديمية لكن نبدأ معاها مهارات مهنية طبعا على حسب سوق العمل أنا أمكن أختلف شوية مع الدكتور خالد إنه قال ندور على سوق ندور على إنه أولاد ندربهم وبعدين نطلع فيهم نوريهم للمؤسسات والشركات هم إشي قدر يسووا يمكن إنه لازم يعني نحس مو نحسن نقرب الأفكار من بعض يعني إحنا ندرب الشاب على المهن تمام ونشوف إش هي الوصف الوظيفي أو الوصف الوظائف المطلوبة في المجتمع هنا وهنا ونقدر نجربهم من بعض عشان نقدر نوجد ملتقى بين نعمل دمج مجتمعي صحيح أنا بدر أستاذ ميسون صدري أستاذ ميسون كلام حضرتك منتاز إننا نوجد نقاط للالتقاء ما بين احتياج المجتمع أو احتياج المؤسسات التوظيفية ومخرجات التدريب حل حضرتك بتشوفي إننا بيبتدوا التأهيل المهني بعد سن الخمستاشر وبعد سن السستاشر وخاصة مع جميع الحالات سواء كانت سواء توحد أو كانت إعاقة حركية هل نبدأ التأهيل المهني ونبدأ التدريب لمهارات التدريب التأهيل المهني من سن 15-16 ولا نبتدي من مراحل مبكرة والله أنا أشوف من مراحل مبكرة بما أنه أنا عارفة مهارات أو قدرات ولدي فين حتوصل أو قدراته يعني قديش هيقدر يوصل لها خلاص يعني أنا أختصر الطريق كمان ما أقعد أستنى لين أوصل لين 15-16 و17 سنة وبعدين أبدأ أدربه أو أعلمه المهنة تمام أنا هادي وجهة نظري الحقيقة فما أعرف يمكن يعني بيحصل الاختلاف في وجهات النظر لكن هادي وجهة نظري أحب يعني يعني أشارككم هي لو لو تكلمنا لو تكلمنا بشكل شخصي نعم لو تكلمنا بشكل شخصي في تجربتك ما شاء الله سبارة الله حضرتك أم الشاب بتوحدي تحدي العالم تحديتي أنت العالم وتحديتي قدراتك وتحديتي قدرات الطفل وتحديتي كل الصعوبات والعقبات اللي واجهتك خلال حياتك الشاب عبد الله ربنا يحفظ ويحني ووصلت لأولى جامعة بإذن الله وبان التوزيط عبد الله توصني الابتدائي والمتوسط والمشانوي لماذا فكرت في التأهيل المهني والله هو الحقيقة كان عبد الله وضعه كان ماشي في المدرسة يعني كان أوكي يعني ماشي حتى لو على المنموم إنه إنجازاته بس كان ماشي فيها وهذا الشيء كان يخليني أقول خلي كمل خلي كمل كل سنة بعد سنة أقول خلي كمل إلينا الحمد لله أخذ الثانوية العامة يعني وجدت فيه إنه عنده مقدرة ليش ما أخلي كمل صح مقدرة ما هي عالية زيه زي الطبيعيين لكن يقدر يقدر يعدي فيها الآن هو دخل دبلوم السياحة هو عنده حلم هو يقول لي أنا أبغى أسوي حديقة حيوانات أبغى أكون مدير حديقة حيوانات تمام شاء الله يعني هو كان حلمه أما يدرس علم حيوان والحقيقة ربي يسر له دخل للسياحة أحس إنه السياحة قربت مرة من الهدف اللي هو يحلم فيه وإن شاء الله ليش لا يعني أنا يعني إن شاء الله إن شاء الله أقدر أحقق له حلمه هذا وأعمل له فعلا حديقة الحيوانات اللي هو يحلم فيها فأنا يعني اللي أشوفه يعني فعلا إنه الأهل لازم يشوفوا ولدهم إيش كدراته ويمشوا عليها أنا بالنسبة لي أنا كأم أتطلع أهم حاجة عندي إنه أولد يكون سعيد تمام وسعادة إنه هو يندمج في المجتمع إيوة أنا ممكن يكون سعيد في المجتمع إنه يندمج فيهم بس إنه ممكن المجتمع نفسه ما يتقبله هذه نقطة مرة مهمة عندنا تقبل المجتمع له أيوة فهذه نقطة جدا جدا مهمة يعني أنا بس كنت حابة نكمل الفقرة اللي هي إنه تقدر الأسر اللي بتكمل على اللي هي إنه يدربوه على مهاراته أو قدراته قدراته نقدر نقول وإن ندربو على أساسها بتكون أسرة بينتهي بها الحال إنها إسرة ارتاحت وكانت سعيدة أو صارت سعيدة في حياتها والشاب أصبح مستقل بذاته يقدر أنه ينجز سواء كان عنده مقدرة أو ليست عنده مقدرة ما شاء الله ريان يعني أخذه كمثال إذا كان كمل بالمهارات هذه اللي الدكتور دربوا عليها ويقدر إنه يكمل فيها في العيادة ممكن يوصل لمرحلة الاستقلالية صح ولا لا أستاذة ميسون دايما حالات التوحد صلما معها جهة وتدريب ومحصوط خريطة للمهارات الأساسية والمهارات الاستقلالية بعد فترة من التدريب الأقصال أو الشباب بيفاجئون بيفاجئون بقدرات جديدة وبطاقات جديدة زي ما دكتور خالد بيوضح لنا انه هو فاجئه في استخدام الريموت واستخدام الأجهزة القهربية ودي دلالة على ان الشاب ذاكره البطارية مرة عالية وإدراكه البطاري مرة عالية إن شاء الله حيفاجئنا مروان وحيكون حاجة خالص لما يوصل للمرحلة للتخرج شكرا جديلا يا أستاذة ميسون تحب تدي في ايه أو تدينا نصيحة لأوليان أمور زوي الإعاقة في المراحل اللي لسه بتنمو المراحل المراهقة ومراحل الدراسة الجرعية والله أنا دائما نعم دائما أقول لهم يعني إيوة يكون عندكم سقف تطلعات لكن لا ترفعوا كثير يعني أنا مثلا أحلم لإذني إن هو يصير حاجة بس يعني في حدود قدراته برضو هذا الشيء الأولاني الشيء الثاني يعني دولتنا الحقيقة وحكومتنا الرشيدة في الرؤية الجديدة رؤية عشرين ثلاثين دعمت الأشخاص دول الإعاقة بطريقة يعني جدا رائعة بتوظيفهم في المجتمع بدمجهم في المدارس دمجهم في الجامعات استخدام يعني قدرات توظيف قدراتهم وطاقاتهم بشكل رائع فإحنا لازم كأهالي نستغل الشيء هذا وناخد حقوق أولادنا بطريقة يعني كاملة يعني هذا الشيء جدا جدا رائع الحقيقة وما يعني متلاقيف أي دولة من دول العالم فالحقيقة نشكر خدوم حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على أنهم اهتموا فيهم وهتموا بهذه الفئة مقبوط شعلا يعني كلنا نبارك جهدهم ونبارك الرؤية الرشيدة لأغلى فئة موجودة علينا وعلى أقلوبنا شكرا أستاذة ميسون حافظ الشكر لله لمتاركتك الفعالة والمخراجات والمخراجات الجيدة اللي إن شاء الله هنذكرها في آخر الرقاء بإذن الله هنبتدي مع دكتادة الدكتورة نيرني القد السلام عليكم دكتورة وعليكم السلام طبعا أرحب دكتورة نيرني أهلا بحضرتك أهلا أهلا بك يا فاندن كنت عايزة أرحب بك وأنبقاء حضرتك قامة في مجال تربية الخاصة لأساس تدريب وتأهيل زوي الإعاقة وزوي الإعاقة الفكرية من ناحية المهارات الأكاديمية والاستقلالية وهي اللابنة الأولى لعملية تأهيل زوي الإعاقة آه ما شاء الله حضرتك تتولي مناصب متعددة مناصب أكاديمية لتأسيس وتأهيل آه متخصصين آه زوي الإحتجاجات الخاصة ثم التدريب والتأهيل من خلال آه اه 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 نجود حضرتك نائب رئيس جمعية مجلس إدارة الجمعية آه أما الوظيفة أو المنصب اللي أنا أشعر ناحيتها بالشغف وأشعر ناحيتها بالإعجاب وهي مستشار وكالة البرامج التعليمية بوزارة التربية والتعليم وقدي إيه أنا شغوفة إني قبل ما حضرتك تتكلمي في المحور إنك تشرح لنا آه الرؤية الجديدة لوضع وتغيير مناهج وبرامج البرامج التعليمية بالوزارة تجاه زوي الإعاقة ده لو تكرمت طبعا طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد طبعا أشكر جميع القائمين عن اللقاء ده صراحة لقاء استثري جدا ويحاكي مشاكل كتير في المجتمع نحن بنعاني فيها مع بنائنا من ذوي الإعاقة فكرر شكري للجميع مداخلات دكتور خالد مداخلات الأستاذة ميسون كان ليا بعض التعليقات عليها بس بداية وكانت البرامج التعليمية في وزارة التعليم قسم أو إدارة التربية الخاصة بتعني بشكل كبير بكل ما يخص ذوي الإعاقة من برامج وتطوير مناهج ومتابعة لحالات الأطلاب والأسر وبتحاول تخلق مبادرات تدليل الصعوبات كثيرة من بينها آخر مبادرة يعني يشهد لهم يعني فيها اللي هي الدمج بين الخدمات المساندة في جمعية الأطفال المعاقين الأمير سلطان وبين الخدمات في وزارة التعليم في مراكز الخدمات المساندة والمدارس أيضاً سعيهم الآن لتطوير برامج السكن الداخلي لاستخطاب الابتعاث أو استرجاع أولادنا في الابتعاث هذا طبعاً كلها أشياء يعني مناقشة ونشغل عليها وبإذن الله في القريب أو في فترات زمنية متقاربة نشوف تسارع في الخدمات هذه طبعاً التعليم الشامل المدارس الشامل الآن برضو بيطلق مبادرات للعمل عليها وهي طبعاً في شوية لبس بين الدمج بين برامج الدمج وبين التعليم الشامل لو سمحتوا لي بس في ثواني التعليم الشامل هو عبارة عن مدرسة تقبل جميع الفئات ومجهزة لجميع الفئات بينما الدمج الشامل بيكون برامج محددة داخل يا كلية وصول ملحقة حتكون في تنوع في ألماط التعليم في الدمج في المدارس الشاملة وفي المعاهد والمراكز وفي السكن الداخلي بإذن الله رؤية عشرين ثلاثين تخذ الدول وإعاقة بجميع فئاتهم يمكن أنا أشوف في الألقاب أو الإشكالية في نقلة الخبرات بما يتوافق مع تحليل المتطلبات للمجتمع بمعنى أني أنا عندي خبرات المفترض أنا أكتسبها وأنقولها بحيث أني أقدر أوفي هذا الكم من الخدمات ويمكن هذا اللي ممكن أعلق عليه بالنسبة للدكتور خالد لما قال في فرق بين التدريب الحرفي والمهني بالفعل إحنا لازم نحلل متطلبات المجتمع ونوصف المهن ونساعد لخلق برامج وفق هذا التوصيف وندرب ويكون فيه تكاتف وتداخل بين مطالب الأسر وبين دور الجمعيات في الموضوع هذا وبين دور المؤسسات التعليمية وخص بالذكر أقسام التربية الخاصة وما تدخر به من خبرات ممارسين درسوا خارج المملكة العربية السعودية في أماكن متعددة عندهم خبرات جداً سرية ممكن يطوع يعني نطوع على خدمة أولادنا من دول الإعاقة طيب نرجع للمحور بعد إذنك يا أستاذة آه طبعاً آه طبعاً أحنا محورنا هو كان الشق الثالث من المثلث التأهيل وهو إحنا في البداية مع دكتور خالس كنا عايزين نعرف احتياجات المجتمع ومقارنة مع مخرجات التدريب للمجتمع الشق الثاني اللي تكلمنا فيه مع أستاذة ميتون أهمية التدريب المهني وكيفية توجيه ذوي الإعاقة لأي مجال من مجالات التدريب سواء كان مجال تدريبي وأكاديمي أو مجال مهني الضلع الثالث من المثلث هيكون تقبل المجتمع كيف نهيئ المجتمع أو نحدث تقبل براجماتي تقبل عملي تقبل فعلي زي ما ذكرنا قبل كده إحنا كمسلمين وكعرب بنتقبل ذوي الإعاقة بالعقل وبالحنان وبالرحمة ولكن لا نتقبلهم بإيمان بقدرتهم فكان المحور الخاص بتعبتك إنه هو التقبل المجتمع الصحيح ومعرفة قدرتهم وحقوقهم داخل المجتمع تقبل تعليقا على التدريب المهني إحنا بنخلط دائما بين التدريب المهني مهارات التدريب المهني ومهارات ما قبل التدريب المهني فأعتقد إلا كانت تقصد الأستاذة ميسون المهارات ما قبل التدريب المهني لأنه حق طبيعي حتى لو كان شخص ذوي إعاقة إنه يعيش مراحل التعليم كاملة ونبدأ نأهله كتدريب مهني في المرحلة العمرية والجسمية والمعرفية المناسبة للشخص حتى وإن كان ذوي إعاقة طيب دكتور ممكن آه تداخل أنا فعلاً هذا كان قضي بالمهارات الأساسية فيمكن عشان كده بس توضيح للنقطة نعم لأنه لا لن يجي من بكرة نلاقي كل الأمهات والأباء حاطل لنا أو الأولاد أبو سبعة وتسعة سنين في مهارات مهنية وهي الفكرة بالفعل إنه إحنا في مهاراتنا قبل التدريب المهني وهذه جميعنا كأباء وأمهات حنسعى لإكسابها أبناءنا طيب بشر الجميع طبعاً سقف طموحات الأسر افتفع جداً ما عد أنا أنا عندي عيادة قابلت فيها بعض الأسر على سبيل استشارات التقييم لأبناءهم اليوم كنت خرجة من العيادة وأبو طفل لما قلت له مؤشرات تقييم ابنك تتجه لإحدى الإطرابات النمائية وحنستنى فترة ملاحظة عشان نتأكد من المؤشرات هذه فجأت برد الأب جزاء الله ألف خير قال أنا أعتبر هذا هدية من الله سبحانه وتعالى أنا حرمت من أخي ذوي الإعاقة توفي قبل فترة قريبة وفرحت الآن يا دكتورة أنه أنت بتقوليلي أنه ابني طبعاً في مشكلة معين طبعاً هو ما فرح بالمشكلة فرح بالأجر اللي حياق من وراء دعمه لابنه لأنه كان أخوه في حياته يمثله شيء كبير وافتقده برحيله فسبحان الله أنا حالة إنسانية وقفت منها يعني حتى ما يعني لثواني صابني الظهول كيف أرد أو كيف أستوعب جزاء الله الخير وبالفعل فيه آباء نماذج مشرفة وحندخل في موضوع الآباء هذا يبقى له جلسة تانية وإيش السايكولوجي اللي بتصير عندهم لما بس أرضى لموضوعنا هذا اللي ما نبدأ فيه بس الآن يا دكتورة وإحنا على الهوى أخذنا وعد بمنقشة توجهات الآباء مع زو الإعاقة من حضرتك وتوضيح للرؤى يعني يمكن إحنا بنشوف رؤى مغلوطة عن الآباء لكن في حقيقة الآباء يمكن المرأة بتعبر عاطفية وبتعبر بإنفعالاتها وبقاءها لكن الأب بيكون في أصعب حالاته عندما يقع على الخبر وجزء كبير من هذا السلوك ويكون نوع من أنواع الهروب أرجع لمحوري التقبل المجتمع طبعا إحنا قلنا سقف المجتمع والأسر المجتمع عند سقف متطلباتهم تنوعت القصد أنه في أشياء كثير ممكن أنا أدرب أولادي عليها في المجتمع عشان أدمجهم إذا أبغى دمج واقع وصحيح ويكون المجتمع متكامل أو في تكاملية بين وجود الشخص ذوي الإعاقة وبين الخدمات أو المتطلبات التي تحتاج فيها للمجتمع فصار في انفتاح والتنوع في هذا المتطلبات كثير يعني ممكن ورشة نطلع يمكن فوق خمسة مهنة ممكن نبدأ نشتغل عليها طيب مقابل هذا سقط طموح الأسر أرتفع أنا ما أصيرت أفكر أني أدرب أو أهل مهنة أنا أفكر كيف يوصل للجامة أنا أفكر كيف ابني يتزوج كيف أدمجه في مهنة وعمل يتناسب مع قدراته يكون سعيد ابني فيها مش مجرد أنك أنت تحط اسمه وينزوله راتب آخر كل شهر وابني ما بيقوم بدور فهذا الوعي المجتمعي بين كأسر وكتنوع في الخدمات في المجتمع بيخدمني كتير لتحقيق التكامل بين المجتمع وبين الأسرة بحيث أني أنا في الآخر أقدر أو أفكر بس كيف أنا أحقق أو كيف أمشي في هذه الحلقة طبعا لازم في أدوار متكاملة أنا كأسرة لازم في نوع من تغيير أسلوب الحياة يعني مش أنه أنا عندي شخص أو ابن أو ابنة معاقة أني أنا هنحرم من أشياء كتير أنا كنتمارسة لا هو كيف إحنا إحنا كأسر أم وأب وأخوان وعيلة وعمة وعمة وخالة وجدة أسرة ممتدة كيف أنا أستوعب أن وجود حالة أو ابن أو ابنة من دول إعاقة وسط أسرتي أنا حيخليني أغير في أسلوب أو أنماط بعض أنماط حياتي بحيث يتناسب ونعيش كلنا في تكامل وسعادة ونقدر ندعمه في التدريب ونقدر نحتويه كأسرة وهذه أول منطلق ممكن يعني أنا أقدر أبني عليه كيف أنا أقدر يعني أبدأ هذه النقطة وأبدأ أبني عليها وبالتالي ما بعد ذلك حيكون أيسر لأنه ما بعد ذلك أنت حتلاقي دعم جمعيات حتلاقي دعم مؤسسات حتلاقي دعم خبراء واستشاريين بشكل يعني كبير ومتعدد في قطاعات متعددة يجي هنا دور المؤسسات المجتمع مؤسسات المجتمع عندما تعي دورها بشكل كامل أنا ما بأخص يعني مؤسسة معينة ولا أهلية أو حكومية كل شخص يملك مؤسسة لازم يستوعب دوره من ناحية اجتماعية ومن ناحية وطنية ومن ناحية دينية يتكامل هذا الإحساس في داخله طبعا من غير أني ما ألجأ للقوانين أو الدعم الموجود للمؤسسات هذه في حال إنها دعمت أو وظفت أو قامت في مثال مرة رائع كنا في إحدى الكافيهات هنا في أنطقة مكة وكنا بنتناقش في الجمعية فكنا بنتكلم ولاحظ صاحب الكافي وجودنا لفترة مطولة في المكان فبادر جزاء الله خير بالتعرف علينا كنا نحن مجموعة من السيدات جارسين نتناقش فجاء قال أنتوا بتتناقش أنا لاحظت يعني الشغف اللي أنتوا بتتكلموا فيه وإنكم مندمجين بشكل مرة كبير فأنا حابب أعرف هو الاجتماع فوضحنا له إنه جمعية إحنا بنأسس كذا وإحنا كنا فتخيلوا تخيلوا ردة الفعل أقصى أقصى ردة فعل مثلا إيش اللي ممكن تجي في ذهنكم ما شوف ما أنا يعارف أشوف إذا في أحد ويكتب أقصى ردة فعل الشاركين يا أستاذ أمير إيش أقصى ردة فعل آه لسه يا فعند ما شير طب قرر يسأل مرة تانية علشان ممكن ينتبهون إذا تؤال وليست موقف طيب أقصى أقصى ردة فعل إنه ممكن يدينا كوبونات أو فترة فري أو لأسرنا أو من هادي قال لنا تفضلوا معايا إدعايا قال لنا تفضلوا معايا وطلعنا الدور كامل قال أنا مخصص الأعمال الخير أي اجتماع بعد كده لكم أو للأسر المكان مفتوح لكم الضيافة مفتوحة لكم فسبحان الله يعني فيه إحساس فيه إحساس عجبني جدا مصطلح قال هذا الدور للدنيا وهذا الدور للآخرة طبعا هو بشكل عفوي كده بتكلم بس هذا نموذج الإحساس أنه أنا كمؤسسة كمكان عمل كعين رأس مال معين أنا أنا حشتغل في هذا الموضوع مش من باب الوجاهة أو التجارة وأنا بشغل عندي أشخاص ضبعاقة هم لهم حقوق وهم أشخاص يجب أن نحترمهم وإن كانت لبعض منهم يخونهم التعبير أو متأخرين في التعبير لو أديناهم مساحة للتعبير هذه أول خطوات فحيستوعبوا الفكرة طالما أنا أنا كأسرة ماني متقبلة أو بتعامل بمنطق إنه في أحد تاني حيموت يده هو حيتقبل ابني أو بنتي أعتقد هذا منطق جدا يعني شوفي دكتورة دكتورة كلنا مؤمنين بوجود الصفاء ونية الخير ونية الخير داخل قلوبنا كعرب وكمسلمين ولكن لابد من نشر هذه المبادرات على المجتمع علشان يكونوا قدوة حسنة في ولي أمر أو في أم ممكن بتتبرع للآخرين التوعية بالنمازج بالفعل التوعية بالنمازج والمبادر لا يمكن أن نحدث تغيير أو توجيه في المجتمع إلا بحزبة من المبادرات لتغيير تلوك الفرد لابد من النشر معنا بسيط الدنيا يعني هي كل هالمسألة دواليك يعني بتمشي زي الدولاب أنت اليوم بتاخذ بكرة بتحذي اليوم أنا جابسة في احتفال أنا في اليوم العالم لعاقة مع أمهات ومع المعلمات تخيلي أم كانت تتدرب على يد معلمة الآن الأم هي اللي جامع المعلمات وبتديهم الإيجابية طبعا الأم هذه ما شواء عندها ولدين لابد من النمائي فجامع المعلمات وبتديهم البوزيتيف كيف أنتم بتشتغلوا مع الأولاد هذولا لأنني لديها الخبرة العملية تفضلي أستاذ لأنني لديها الخبرة العملية ولابد من المقر لدينا مبادرة أمهات خبيرات قريبا بإذن الله تعال معاك يا دكتور معاك أمهات خبيرة مع جمعية مع الجمعية الخاصة بحضرتك ممتاز مع جمعية التواحد والإطرابة بإذن الله بإذن الله بالتوفي يا دكتور الله يكرمك يا رب والجميع من الأشياء المهمة جدا أنه أنا فاعل دور وسائل التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي أنا كثير أستاء لما ألاقي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل لا يخدمه استعراض نمازج أنا ما ما أنا عارفة الهدف منها إيه باستعرض نمازج بيبدأ الطريقة ليش طيب أنا لو بدي أظهرهم أظهره كشخص يمتلك قدرة يمتلك موهبة يمتلك قدرة يعني يقدر يتكلم عن نفسه ويوافق أصلا على هذا الموضوع أنا بتعامل مع الموضوع بشكل ما أبغى أوصفه لأنه كل واحد يعني أكيد ليه أهداف ربما تكون أهداف طيبة لكن إحنا مش هذا اللي نبغى لأولادنا إحنا نبغى هم يطلعوا بشكل فيه برامج متخصصة لكيف أنا أدرب الشخص ذوي الإعاقة إنه يعمل انترفيو أنا ما أجيبه وأصوره بس عشان أنا أستعرض حاجة معينة أو فعالية ما فتفعيل وسائل التواصل الاجتماع بشكل إيجابي يخدم الأشخاص ذوي الإعاقة مجدا مهم تفعيل أو إطلاق مبادرات من المؤسسات والأفراد جدا مهم حتى المبادرة لو كانت صغيرة تأكدي إنها بعد فترة ما أو وقت معين ستكبر وحتتأثر وحتأثر بالفعل ولو أثرت أنت في واحد حيأثر الواحد في خمسة والخمسة حيأثر في عشرة بالعاكد ممكن يكونوا مبدعين كمان ويكونوا أكثر إبداعا التكامل بين المؤسسات يعني إحنا دحين عندنا شيء اسم الشراكات المجتمعية هذي بين جميع المؤسسات قطع أهلي قطعان قطع خاص فهذي لازم أنا أعرف الناقص عندي كجمعية إيش أكمله من المؤسسة التعليمية الناقص في المؤسسة هذه أو في القطاع هذا إيه وتكمله لكن أنا حقوم بكل حاجة حيكون في حتى من ناحية الاقتصادية هذا بيدعم مرة كتير من ناحية الاقتصادية فلو بدي أحقق حاجة زي كده لازم أوصل لدرجة الدمج هذي بين الوسائل هذي كلها فعلي دور وسائل التواصل اجتماعي شجعي المساهمات والشركات بين القطاع الأهلي والجمعيات اطلقي مبادرات مؤثرة في المجتمع المشاركة الفعالة والدعم المستمر بين جميع القطاعات أوكي والأسرة على القمة هو المحركة الأساسي يعني الأسرة لو ما قالت أنا أحتاج أوكي هذي احتياجاتي هذي ما حد حيحس بحاجة هذا الشخص اللي أقرب الأشخاص له تمام الشخص ذاته بيعبر عن نفسه أنا لازم أتركله مساحة ومكان إنه هو يعبر عن نفسه كثير من الأشخاص ذوي التوحد عفوا والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام لما تجلسوا تتكلم معهم بيرفضوا حاجة وبيقبلوا شيء أنا ليش أنا أرقمهم على مهنة معينة أو على دراسة معينة أو على سلوك معين لا لازم أنا أحترم تقريرهم لنفسهم ولازم أدربهم على إنه كيف يقرروا ويتكلموا عن نفسهم وكيف يختاروا حابة يعني أدعي الجميع بإذن الله تعالى يوم الأحد ستنطلق فعاليات الملتقى جامعة أمة القرى للإعاقة على مدى ثلاثة أيام اليوم الأول السميكر على مدى تقريبا ساعة وأكتر ساعتين تقريبا هيكونوا من الطالبات والطلاب في درجة الماجستير في تخصص التربية الخاصة من مختلف الإعاقات عيدة العاقة حركية وعاقة سمعية وفقين يا رب وفقين بإذن الله فأدعي الجميع أنهم يكونوا ومعنا في الملتقى بإذن الله اليومين التانية ستكون ورش مفتوحة الملتقى برعاية مدير الجامعة تزامنا مع اليوم العالم وكان بصراحة البصمة المميزة للملتقى مش هشها جمعتنا بس البصمة المميزة بالفعل في هذا الملتقى أني أنا أتحت مساحة وجز الله خير كل من ساعة ونسق ورتب أنه يتيح مساحة هم يتكلموا في يومهم مش إحنا اللي نتكلم عنهم لأنهم قادرين قادرين وهذه من برضو المبادرات اللي بتوضح كيف احتواءهم وكيف أنه نبرزهم في المجتمع بالصورة التي هما يرغبون فيها كمان مش إلا أنا أرغب فيها فقط طيب أنا كده وصلت التوفيق يا دكتور تعافية أعيد وأكررت خلينا نستغل التلاتة الوسائل هذه فأكيد حنصنع فرق بإذن الله تعالى الوقت لحضرتك وإحنا بنستأذن أن تم استماح لنا بزيادة الوقت لحضرتك لإستقبال بعض الأسئلة من أولياء الأمور وخاصين بزاوي الإعاقة وفي بعض المختصين كمان دخلوا وأنا ليس سؤال لحضرتك مباشر تأملي بإيه تأملي يعني تحب تشوفي مجال زاوي الإعاقة إيه بعد أربع سنين في مجال التطور الرهيب اللي حاصل في مجال الإعاقة في سلال الأربع سنوات أو السمس سنوات الأخيرة ووضفا لرؤية عشرين سناتين الصنزومية التطورية التشغيلية لزاوي الإعاقة هنوصل لفين يا دكتورة بإذن الله وبحول الله بعد أربع سنين بكرة أنا بقول بكرة إن شاء الله نشوفهم في كل مكان لا لا أنا بعد أربع سنين إن شاء الله سنة عشرين واحد وعشرين بحول الله شوفي أنا في فترة الجائحة دي خلت الناس دي عيد تفكيرها في أشياء كتير من ضمنها الأشخاص دي والإعاقة حقيقة أنا كنت فترة الجائحة دي أتابع كتير جمعيات برا فكنت أشوف كيف الجمعيات يعني في الشغل شاغل كيف بتأمن وضع أولادهم لقيت هنا الوضع عندنا والله الحمد كتير متسق جلست أفكر كيف إنه التفكير هنا كيف إحنا بنزيد كفاءة التعليم كيف بنزيد كفاءة الترفيه تفضلي كيف بنزيد يعني يعني فعليتهم في المجتمع فأنتي بتقولي بعد أربع سنين أنا أقولك بحول الله تعالى بعد سنة جمعيات كتير أطلقت ففعلا إحنا إن شاء الله بإذن الله كل يوم بيضاف مجال وستفق عمل ومراكز وجمعيات أكيد معهلة بس إحنا بنصمح أن بعد أربع سنين نحنشوف مخرجات التعلم الحديثة ومخرجات الرؤية الحديثة ومخرجات التطور الهائل في مجال الإعاقة أنا أعمل في الإعاقة يا دكتورة منذ عشرين عام فماشاء الله يعني مريت بكل المراحل الخاصة وحب أحكي لحضرتك تجربة الشخصية داخل جمعية المواد في فترة الكورونا في فترة الكورونا كنا بنعمل جلسات عبر الزوم مجانية لأولياء الأمور وللأمهات كانت مخرجات فترة التوحد من شهر مارس إلى شهر ستة إن إحنا علمنا الأمهات علمنا الأمهات كيف تكون معلمة التربية الخاصة داخل البيت كيف تنتج أدوات وسائل تعليمية كيف تعمل جداول مهارات الحياة الاستقلالية للصفل فكانت النتيجة بعد فترة الكورونا إن الأمهات رجعوا لنا في الجمعية وهم متمكنات من حالة ابنهم وهم متمكنات إزاي يدربوا أولادهم ويطمحوا للانتقال للمرحلة الأعلى والبرنامج الأعلى فإحنا فعلا فترة الكورونا عد إيه كن زاد الوعي وزاد الاهتمام وزاد الالتصاق بالأبناء وفهم احتياجاتهم وفهم وفهم إيه المتطلبات من المرحلة الحالية والحد من الأثر الإعاقة عليهم سواء كانوا توحفوا أي نوع من أنواع الإعاقة ففعلا إحنا ربنا سبحانه وتعالى تسلانا بمحنة ولكن كان فيها منح كتير جدا من الأحمال دكتورة احكي لنا عن أمهات الخير مبادرات أمهات الخير لإن إحنا حنتشتري أمهات خبيرات أمهات خبيرات أمهات خبيرات أرجو صوديح أكبر أيها إنه كل أم عندها خبرة تزيد عن في مجال الإعاقة لسه ما وصفنا طبعا المبادرة بشكل كامل بس التصورة العام لها إنه كل أم عندها خبرة تزيد عن عدد معي من السنوات في مجال محدد تمتلك مهارات قدرة على التدريب وينقل الخبرة هذه بما واجهت مع ابنه بما واجهت خلال هذه السنوات وإذا كان عندها تمرس في نوع معين من المهارات بانتح لها مجال إنها تدرب المعلمين والمعلمات والأخصائيين وأمهات اللي هم المستجدين في المرحلة العمرية اللي هي مجموعات الدعم زي مجموعات الدعم وشغل منظم بحيث أنك تعرف أني أنا أبغى الأستاذة فلانية أو أم فلان لبحث مشكلة مثلا البلوغ تكون هي مرت بجميع الراحل ونكون إحنا مشرفين على الخط التدريبي تبع تبع البرنامج حقه وبالتالي حيكون التجربة أقرب وأورثق وأقوى فهذا يعني نموزج إن شاء الله ربنا يعني يبارك لنا في الجهد والوقت ونقدر نحقق هذا ربنا يبارك لكم ويوفقكم يا رب وهي فكرة أنك أطلق أيضا عندنا ورش هتكون بنشتغل عليها ورش مهنية مقطوعة أو قصيرة للشباب فوق 12 سنة بحيث أنه نخليه جرب أكثر من حاجة إحنا بنتوجه للأسر وبنتوجه لنفس الحالات في الحالات أو ده الإعاقة نفسهم حنعمل لهم ورش مهنية قصيرة بحيث يجرب أكثر من ورشة وفيش إرتاح وفيش حيقدر يعني يكمل بعد كده وعلشان ما نتعلم إحنا بنسألة عن الورش ديت عشان حنطلب من حضرتك بوست عنها علشان حنحول حالات كل الحالات اللي ممكن نحولها لحضرتك يشترك في المبادرة لأن الورش المهنية مش فقط علشان يعمل بها ولكن الورش المهنية بتعلم الطفل اكتساب المهارات أو الحالة بشكل عام بتعلم الحالة اكتساب المهارات تدريب الفاين موتورز والعضلات البسيطة كمان بتدي للأم طاقة أن ابنها قادر على إنتاج شيء قادر على شغل وقته بشكل فعال ومناسب وإيجابي أفضل من القلوس على السوشيال ميديا جمعية حضرتك موظفة كم حابة زوي إعاقة؟ لا هي جمعية انطلقت لها سنة الآن إحنا لسه الآن لا مش توظيف حنطلق التدريب ليهم برضو من المبادرات إنه حنشتغل عليه هم الأشخاص الضوي إعاقة يكونوا مدربين فحنشتغل على مبادرة ومبادرة بإذن الله تعالى وطبعا أكيد أي حاجة حتتم حننشرها في حسابنا الرسمي للجمعية بس وإنتي بتتكلم يا أستاذ أميرة لقيت الله يكرمك لقيت سؤال في أستاذ بيسأل بيقول ما مدى فائدة التدريب والرياضي مثل قكوبة الخير أي رياضة أنا عندي أسئلة لحضرتي كتير بس هذا يعني استفدتني شوي أي رياضة أي رياضة شوف على يسمح بها الوضع الصحي لابنك أو بنتك من ذوي الإعاقة اشتغل ليه؟ الرياضة بتعمل تكامل وتناسق بين الجهاز العضلي والعصبي وتكامل حسي مو لازم أنا روح أجل أسوي جلسة تكامل بكذا ألف ريال لابني ولا بنتي إنت لو خليت يمارس الرياضة بشكل منتظم ومتتابح تحسن صحته غير تحصين الصحة والدورة الدموية هو الولد هيبدأ إدي أردر لأطرافه وجسمه بشكل معين يتناسب مع الحركة يعني تخيل أنت غمضوا عينتكم كده معايا وتخيلوا أنكم راكبين خيل في أردر بيأيجي الآن أمسك اللجام في أردر بيأيجي لدماغ حط رجلك في المكان دا أو دخلها في المكان ثبت رجلك في أوامر حتى لو هو ما قدر أول مرة أو ما عرف المرة الثانية هو هيبدأ يحس نفسه هيطيح وحيبدأ إدي الأردر هذا الأحادي العملية اللي إحنا نبغاها قس على ذلك السباحة قس على ذلك الجودو أو أي رياضة شرط إنك لا تجبر ابنك أو بنتك عليها حبي الرياضة لابنك وبنتك خليه ولمستوياتها متقدمة شوية ممكن ندمجها بالصحة بالشكل إحنا اشتغلنا على هذا الموضوع مع بعض الحالات على شكلهم وكيف تبقى تخلي شكلك جميل وحلو وينقص وزنك وبدأوا بالفعل ينتظموا على نظام رياضي محدد وحسنا كتير جديش تحسن وقد إيه الرياضة يريد في حضرتك إضافة إلى كلام حضرتك أو يريد حضرتك توضحي قد إيه أهمية الرياضة بتزود نسبة الأكسجين في الدم وبتقلل من فرق الحركة والعصبية والحدة يعني أهمية ده لإني مع الوجود والنمط الحياة الحالي في عدم الاختلاط الكتير المباشر إن بدأت أولياء الأمور بيشككوا بإن الأطفال أو الحالات بدأت يظهر عندها بعض الإدوانية أو بعض الحركة الزائدة أو بعض الملل وجلولتهم أمام الفيشال ميديا بزعادة ساعات طويل كل ده يؤثر على النفسية الخاصة بهم فالرياضة جدا مهمة مثلا عندي أسئلة لحضرتك بالنسبة لتوظيف الفتيات وتوظيف الشباب إن في كثير من الشباب اللي بيوظفوا البنين فقط أو الشباب فقط وليس الفتيات فأكيد عند حضرتك إجابة للأسئلة دي كثير يوظفوا تبينا نتكلم في الرياضة ولا تبينا نجاوب على أسئلة نعم 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 كله كله طيب كله يدخل أستمر بيكي بالنسبة للرياضة طبعا قفلنا كل الأساليب العلاجية الأخرى يعني أنت تخلي ابنك يمارس الرياضة أو يمارس حتى لو جري حتى لو لعب كده نسبة الأكسوجين طبعا بترتفع وتوصل للدماغ بشكل عالي وهذه اللي بنسويها في جلسات الأكسوجين وبندفع برضو مبالغ طائلة عشان أنا أدخله في أمبوبة وياخد أكسوجين مركز يوصل للدماغ الجو حلو الآن انطلقوا عندنا بحر عندنا أماكن متسحات كثيرة ممشى انطلقوا في الفترة هذه خلي خلي أولادنا يشموا هواناق يخلي أكسوجين بيدخل لهم والواحد لو سواها بشكل دوري بالنسبة للجزئية الثانية من توظيف الفتيات أكثر من الفتيان أو سوري العكس الأولاد أكثر من البنات هذا راجع كمان لبعض أو طبيعة المجتمع والأسر يعني كثير تلاقي الأسر متخوفة على بناتها طب كيف أوظفهم طب كيف يروحوا كيف يجو فيه نوع من التخوف على هذا الموضوع بينما الإبن أو الشاب بيكون فيه شوية أقل مخاوف طبعاً هذه أنا من خلال جلستي ونقشتي مع الأمهات أو الأسر بيكون هذا التوجه لديهم يعني الإبن ممكن يروح وإيجي حتى لو فيه تخوف بس مش زي التخوف أنه على الفتاة الفتاة أكثر ما يميلوا أنه يوظفوها في أماكن مقلقة زي عندك المدارس زي عندك في قطاع المدارس أو قطاع الروضات إلا هي مثلاً السجنة النسائي بيكون مثلاً حق يعني مكان يكون نسائي بشكل بحث بكثير من الأسر بيميلوا لتوظيفهم في هذه الأماكن في بعض الأسر تتجرأ يعني ممكن تكون في مكان مختلط أو مفتوح بس حقيقة أنا أجدها قليلة وربما يعني مع تطوير مسألة الدمج هذه وتوفير أماكن بنوع معين من كمان التأمين ممكن هذه تكون فيها تحسين بس بالآن يعني جيد يعني أنا أشوف حتى لو أنه أنا حرصت أنه يكون في أماكن معينة مهم أني أنا أدعم بنتي أو ابنتي في هذا المكان يعني أكون وراها ومش إنها بس رايحة المكان بس إنها تقضي وقت الوضع للأبناء طبعاً أيسر بكثير وأسهل بكثير صراحة يعني بالنسبة للوظائف بتاعتهم الخاصة بيهم مفتد شكراً دكتورة أنتظر النصيحة والوصية لكل أسرة لديها زوي إعاقة ونصيحة أخرى لكل صاحب مؤسسة أو صاحب عمل كيف يدمج زوي الإعاقة بكامل حقوقه الإدراكية والفكرية والإنسانية إنه يقرر طريقة عملي أحتاج نصيحتين من حضر بالنسبة لصاحب العمل خلاني نبدأ من الأخير ممكن لصاحب جميع الأصحاب العمل لو وافقت الرؤية العلمية والعملية مع النية الصادقة ربنا حيكرمك في عملك فوق ما تتخيل يعني نفذ الموضوع بشكل علمي وعملي صحيح عندنا متجر تكوى في مكة المكرمة الآن وأنا بتكلم معكم في فعالية مقامة ساعة 9 لساعة 10 أو عفوا من ساعة 8 لعشرة بدعم فريق من أعضاء هيئة التدريس في قسم التربية الخاصة المقهى هذا كل العاملين فيه من ذوي الإعاقة على الجانب الثاني لو ختمنا لجميع الأمهات والأباء أحبابي وأعزائي خليكم إيجابيين وربنا حيجور خواطركم أكثر بكثير من ما بتكمنه بس الواحد يكون حسن الضم بالله ويشتغل مش أنا أدعي ونام لا أدعي وأعمل أكيد ربنا حيكرمك إن الله لا يدعم أن أحسن عملة يعني إحنا سنشتغل وحنشوف في أولادنا أشياء تستعدنا أكيد طيب شكرا لك يا أستاذ أميرة شكرا لجميع المنظمين على الفعالية شكرا جزيلا لتوقدك وشكرا لعطائك السري كما عوتينا وشكرا لبصماتك الخالدة إن شاء الله بإذن الله في مجال ذوي الإعاقة وأخذنا وعد بإن إحنا سنشترك مع أمهات خبيرات مع حضرتك بإذن الله تعالى وبإذن الله وبكافة المبادرات الخاصة بذوي الإعاقة فتشرف جماعية المواد باستضافة حضرتك ومبادرات حضرتك في أي وقت بشكل عام وأميرة بشكل خاص شكرا يا فندم شكرا جزاك الله كل خير الحمد لله انتهت الحمد لله بلين نختم أمثيتنا اليوم الأمثية الرائعة بوجود توادر أمثال الدكتور وأستاذة ميسون ودكتورة نيرمين قد شائرة عبدنا يحفظها بإن إحنا هنأخذ مخرجات المحاور اللي استضرت عن كل متحدث مخرجات الحوار مع دكتور خالد انتهت إلى المهن الحرفية أو التدريب الحرفي لا تتناسب مع احتياجات المجتمع ولا تتناسب مع قدرات زوي الإعاقة بشكل عام المخرج الثاني ان التدريب بالتدريب ومخرجات التدريب الجيدة نبهل مؤسسات العمل بأداء هذه الفئة تغيير طريقة المحل وليست تغيير الحلف يعني احنا نغير طريقة العمل للفرض أو للطفل أو للحالة زوي الإعاقة طريقة عملها هي اللي حتجد صاحب العمل انه يتبنى ويوازره ويدعمه داخل عمله مخرجات استاذة ميسون انه لابد من ان احنا يكون التدريب على المهارات الاستقلالية والأساديمية بشكل مكثف ويجب بكر وبعد كده قدرات الصفل هي اللي حتوجهنا لأي اتجاه سواء كان يكمل أكاديمي أو ان هو يكمل بشكل مهني في مهنة تتناسب مع قدراته ومهنة أو منتج يحتاجوا المجتمع بشكل فعلي ومنه احنا مش نشتريش السبحة أو الكارس أو البرواز بشكل صدقة أو بشكل عاص لابد ان المنتج يكون فعلا المجتمع محتاجه عشان ما يحدثش اي اهدار لأي طاقة مخردات دكتورة نرمين ما شاء الله سبارك الله وهي سرية العطاء معانا جزاها الله كل خير عن علمها بإذن الله ويزدها العلم النافع المهارات ما قبل الفرق ما بين مهارات ما قبل التدريب المهني ومهارات التدريب المهني دكتورة نرمين كمان أضافت اني لابد من تهيئ الزوي الإعاقة بالزهور أمام وسائل الإعلام بشكل لائق لا نستغلوا كنوع من أنواع العط أو المؤذرة أو الإنسانية لا لابد من تدريبهم انهم يظهروا بشكل لائق أمام الكاميرات وأمام السوشيال ميديا كان لها مبادرات كتيرة ما شاء الله تبارة الله أمهات خبيرات وان شاء الله تكون الأحد القادم وإحنا بنؤذرهم وبنشاركهم الاهتمام بإذن الله الأحد القادم وفي جماعة أم القرى للإعاقة عندنا ساعتين تحدث لصليبات الماجستير وورشة عمل تدريبية مهنية بسيطة طبعاً إحنا من خلال ممبر المودة ندعو كل أسر ذوي الإحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة إنهم لو تحب ابنت يشترك تورشة تدعمه وتوظف وقته بشكل لائق ممكن أن حضرتك تتوجه للجمعية شكراً لكم شكراً للحضور وشكراً للجميع وشكراً للسادة الأفاضل اللي كانوا معانا ونتقبل طبعاً نتقبل شكراً لكل الأسئلة اللقاء هيكون موجودة على اليوتيوب الحمد لله إنه إحنا في مجتمع مسلم مجتمع عربي متور لقدراته بيحترم قدرات كافة الفئات فئة ذوي الإعاقة بإذن الله رب العالمين حيكون مستقبلها باهر من خلال رؤية عشرين ثلاثين رؤية عشرين ثلاثين ليست لذوي الإعاقة فقط أو المجال الخاص بذوي الإعاقة من تدربهم وتهيئاتهم ودمجهم في المجتمع وتوظفهم وتوظفهم والاستثمار طاقتهم داخل المجتمع وإن كان ينم على إنه إحنا إن شاء الله بإذن الله داخل المجتمع السعودي هنكون رائد في مجال الإعاقة كيفية اهتمام ديهم وتدربهم وتوظفهم ودمجهم في المجتمع بشكل لائق بشكل مثالي أو هنكون بإذن الله نموذج مثالي شكراً لكم وشكراً لتواجدكم معايا وشكراً للبيوت الكرام كانت معكم أميرة عبد الحكيم جمعية الموادة قسم اضطرابات تسولة شكراً والسلام عليكم ورحمة الله شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكرا